موسيقى السلام عليكم ورحمة الله الأخبار المحلية من قناة عدن الفضائي أهلا بكم ناقشت ندوة أقامتها المنظمة الوطنية للإعلاميين ليمنيين صدى ومؤسسة بران الإعلامية واقع الصحافة والحرية الصحفية في بلادنا وما تعرض له الصحفيون والمؤسسات الصحفية من انتهاكات على مدى عشرة أعوام وشددت الندوة التي جاءت بالتزامن مع اليوم العالمي لحرية الصحافة على ضرورة بحث آليات لتعزيز التنسيق والتواصل بين الأجهزة الرسمية والوسائل الإعلامية لتسهيل الوصول للمعلومات وتوحيد الجهود لرفع مستوى الوعي بالقضية المركزية والمعركة الوطنية المصيرية لاستعادة مؤسسات الدولة ودعت الورشة إلى الاهتمام بوضع قضايا الصحفيين الذين ما يزالون في معتقلات ميليشيات الحوثي الإرهابية منذ سنوات والعناية بأسرهم والالتفات لوضع الصحفيين في المناطق المحررة وفي افتتاح الندوى أشاد وكيل محافظة مأرب الدكتور عبد الرب مفتاح بجهود الصحفيين والإعلاميين في إسناد المعركة الوطنية والتضحيات التي قدموها في معركة إعلاء الحقيقة وكشف التزييف الذي تقوم به ميليشيات الحوثي الإرهابية والمؤسسات والأجهزة والوسائل المساندة لها في العديد من الدول مشيرا إلى أن المعركة الإعلامية لا تقل أهمية عن المعركة في الجبهات فكلاهما يهدفان إلى تحقيق كرامة الإنسان وحريته وهويته ومكتسباته الوطنية مؤكدا دعم السلطة المحلية لقضايا الصحفيين والإعلاميين وناقشت الندوة ثلاثة أوراق عمل حيث تناول الإعلام رشيد المليكي الصعوبات التي تواجه الصحفيين في اليمن والحلول الممكنة فيما استعرض الصحفي سعيد الصوفي أخلاقيات المهنة وأثر وسائل التواصل الاجتماعي في المجتمع بينما تطرق الباحث أحمد عفيف للآليات الوطنية لحماية الصحفيين وتعزيز حرية التعبير بحضور وكيل محافظة مارب الدكتور عبد الربو مفتاح نظم فرع بنك التسليف التعاوني والزراعي حفلا تكريميا للموظفين والعاملين تقديرا لجهود العطاء وجميل الإنجاز التفاصيل في التقرير الذي أعده الزميل محمد الجداسي بالتجامل مع عيد العمال العالمي نظم فرع بنك التسليف التعاوني والزراعي حفلا تكريميا لموظفين فرعا نظير الجهود المبدولة في خلمة القطاع الحكومية وتعزيز الاستقرار التنمويا وكيل محافظة دكتور عبد الربو مفتاحا ومدير عام بنك التسليف التعاوني والزراعي محمد صالح مهثنى أكد أن تكريم العامل المكتهد يسهم في تحفيز جميع الموظفين على بدل المزيد من الجهد والعطاء لتحسين قولة العمل المصرفي والتنموي يسرنا أن نكون معكم في هذا اليوم الذي هو يوم تكريم للعامل الذي يعمل بجد وإخلاص من أجل تسهيل الأعمال الخاصة بالموظفين أو بالدوائر الحكومية مما لا شك فيه وأنتم تعلمون وأنا أرأى الوجوه التي أعرفها تماما في كاكبانك كاكبانك له باع طويل في تسهيل العمليات الخاصة سواء في المجال التنموي أو في مجال تسهيل العمليات للموظفين يعرف الجميع تماما أن هؤلاء الموظفين وعلى رأسهم مدراء عموم الفروع السابقون واللاحقون كانوا في محافظة مارف في الوقت الذي اتخذت الميليشيات الحوثية المدعومة من إيران في تهديم مؤسسات الدولة وكان من ضمنها البنوك التي تقوم بتسهيل الأعمال للموظفين أنا أذكر وقتها كان الفرع الذي استمر هو فرع مأرب فضل الله عز وجل وأيضا بتوصيات الأخوذ مجلس الرئاسة كان في وقتها حريصين كل الحرص على مؤسسات الدولة عندما رأيناها في اليوم الذي تتدمر بل الميليشيات الحوثية تسعى لتدميرها وإقفالها بل ضل هؤلاء الموظفين الذي اليوم نكرمهم لجهودهم وما هو الا تكريم في هذا اليوم عرفانا بالجهود التي يبدلوها في ظل الظروف الاستثنائية كاكبنك بالبنوك الخدمية التي ضلت وستستمر بإذن الله عز وجل في تسهيل الخدمات تم اليوم تكريم موظفي الفرع تزامن مع عيد الحمار العالمي وذلك برعاية فرينا من حضو مجلس القائد الرئاسي محافظة المحافظة للغاستطان بالحليل العلادة ويأتي هذا التكريم ردا لجميع العطاء الذي يبدله موظفي الفرع خلال الفترة الماضية ومن هذا المنطلق نشكر كل موظف يقوم بواجه الوطني في هذه الظروف الاستثنائية ونحن كذلك نؤكد أن كاكبنك يعمل على دعم اللطاع المصرفي والتنموي في المحافظة وذلك في ظل تكامل الجهود مع السلطات المحلية والجهات المحلية في المحافظة رقية المتصلة أكدت في كلمة المكرمين على مواصلة مسيرة العطاء خدمة للوطن والمواطن في ختام الحفل تم تكريم الموظفين بالشهادة التغديرية فيما منحها كاكبنك دروعنا تغديرية لقيادة السلطة المحلية وعدد من الجهات المعنية لقناة عدن الفضائية محمد جداسي محافظة مارب عقد في مبنى الرعاية الصحية الأولية بمحافظة عدن اللقاء التشاوري الأول بين مكتبي الصحة العامة والسكان والأشغال العامة صحة البيئة لمناقشة الأوضاع الصحية والبيئية ذات الأولوية في مديريات محافظة عدن وذلك برئاسة مدير الرعاية الصحية الأولية في المحافظة الدكتور عوض العولقي ونائب مدير عام مكتب الأشغال العامة والطرق لشؤون المديريات المهندس فوزي مبارك وناقش اللقاء الذي ضم مدراء مكاتب الصحة ورؤساء أقسام صحة البيئة في عموم مديريات محافظة عدن ومدير الترصد الوبائي في المحافظة مجد الداعري ومدير الجودة في مكتب الصحة بعدن إشراق الحمادي جملة من القضايا المتعلقة بالأوبئة ومصادرها والوقوف أمام التحديات التي تواجههم في هذا الجانب لتقديم خدمات تساعد في إيجاد سبل مشترك بين القطاعين للنهوض بالمستوى الصحي والبيئي في المحافظة والحفاظ على سلامة المجتمع من خلال التدخلات والإجراءات الاحترازية في مكافحة العدوى والوقاية منها كما ناقش لقاء سبل تعزيز أوجه التعاون المشترك والتنسيق بين مكتب الصحة والأشغال العامة في المديريات وآلية تطوير أداء العمل وفقا لموجهات الرؤية الوطنية وأولويات وزارة الصحة اللقاء خرج بتوصيات تساعد في تحسين جودة الخدمات لما يلبي حاجة المجتمع أشهد مدير عام مديرية زنجبار بمحافظة أبيا مختار الشداد بنشاط وإنجازات السلطة المحلية والمكتب التنفيذي بمديرية المنصورة في العاصمة المؤقت عدن وتحقيقها طفرة من المشاريع الخدمية والتنموية جاء ذلك خلال لقائه بمدير عام مديرية المنصورة أحمد علي الداؤودي وفي اللقاء استعرض الداؤودي عددا من المهام والأعمال التي تنفذها السلطة المحلية في شتى المجالات وفق الإمكانيات المتاحة كما تفقد عددا من المكاتب التنفيذية بمبنى السلطة المحلية في المديرية للإطلاع على سير العمل فيها بما في ذلك مكتب تنمية الإيرادات مستمعين من مسؤول النظام في المكتب أحمد الحيدري إلى شرح مفصل عن آلية عمل المكتب الذي يرتكز بشكل رئيس على تحصيل الإيرادات وإصدار التراخيص الخاصة بمزاولة المهن التجارية وغيرها بطريقة إلكترونية آلية ونظام ربط شبكي موحد من جهته أكد مدير عام زنجبار ضرورة خلق علاقة ثنائية وتنسيق مستمر بين المديريتين من خلال نقل تجربة أداء السلطة المحلية والمكتب التنفيذي في المنصورة باعتباره نموذجا متميزا في العاصمة المؤقتة عدن عقد بمكتب التخطيط والتعاون الدولي في تعز اجتماع ضم مدير مكتب التخطيط نبيل جامل ومدراء مديريات المسراخ وصبر الموادم ومدير مكاتب الأشغال في المديريتين بحضور مختص الشؤون الإنسانية لمكتب الأمم المتحدة في تعز أمل الأغبري ومدير مكتب منظمة كير عبد الحكيم شمسان ناقش الاجتماع إعادة تأهيل الطرق البديلة لمداخل محافظة تعز وتمحور تحديدا حول طريقي وتير أنبيان العروس وطريق البرح الصراري المسراخ وأقرى الاجتماع عمل دراسة ميدانية والنزول من قبل مدراء مكاتب الأشغال في المديريتين لاختيار الطريق الذات الأولوية لإعادة تأهيلها والتي سيتم عرضها على اللجنة الفنية المشتركة في المديريات نظم مكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في بلادنا ورشة عمل حول الصحافة وحقوق الإنسان وتعزيز الحريات والعدالة والتي عقدت بقاعة كلية الأداب بجامعة عدن بمشاركة خمسين صحفيا وإعلاميا يمثلون ثمان محافظات يمنية جاء ذلك بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة وبالتعاون والتنسيق مع جامعة عدن وفي افتتاح الورشة كدى عميد كلية الأداب بجامعة عدن الدكتور جمال الحسني أهمية اليوم العالمي للصحافة مشيدا بدور المفوضية السامية لحقوق الإنسان لتنظيمها هذه الورشة التي ستضيف معارف جديدة للمشاركين عقب ذلك قدمت أوراق الورشة والتي تمحورت حول دور الصحفيين في زيادة الوعي حول التغيرات المناخية والتحديات البيئية والقضايا الناشئة ومستقبل الصحافة وعلاقتها بالذكاء الاصطناعي وتحديات هذه التقنية الجديدة وبناء السلام والوعي الاجتماعي وأثرهما على حقوق الإنسان حضر الورشة مدير مكتب الإعلام بعدن هدى الكازمي ومدير تنمية المرأة في وزارة الشباب لم يأراوح ومدير مكتب وزارة حقوق الإنسان بأبيا ليزا العبسي دشنت في مديرية ردفان بمحافظة لحج الدورة التدريبية لنهج الحسابية لمعلمي الصفوف الأولية والتي تنفذ تحت إشراف وزارة التربية والتعليم ضمن مشروع بوابة التعليم وفي افتتاح الدورة التي حضرتها ممثلة وزارة التربية والتعليم الأستاذ غاد العامري فريق من مكتب التربية والتعليم في المحافظة أكد مدير مكتب التربية والتعليم بالمديرية الدكتور عاد البكري على المعلمين المشاركين في الدورة أهمية اكتساب الأهداف في تنمية المهارات وتوظيفها في التفكير والتواصل الرياضي لما من شأنه تعليم وتعلم الحسابية ونقلها إلى الميدان بالشكل المطلوب في المدارس لتطوير قدرات المتعلمين تواصل الفرق الفنية التي يشرف عليها صندوق صيانة الطرق والجسور المركز الرئيس عدن إصلاح ومعالجة الاختلالات في جسر وادي بناء المعلق في يافع والرابط بين مديرية ردفان ويافع بمحافظة لحج وذلك عبر تركيب الفاصل المطاطي للفواصل الإنشائية للجسر وتركيب دعامات للفواصل تساعد في عملية نقل الأحمال على الخرسانة كما تسمح بانسيابية الحركة على الحامل الخرساني للجسر الذي يعد أحد أهم الجسر الحيوية في محافظة لحج وأكد المهندس نصار المسيري مدير مشروع جسر وادي بناء أهمية العناية بأعمال صيانة الجسر المعلق ومواصلة تنفيذها كما تضمنتها بنود عقد المشروع وبما يضمن إنجاز الأعمال المطلوبة بالشكل الأمثل قامت فرق فنية بأعمال ربط خط الطوارئ الجديد للمياه بالخط الرئيسي الممول لمديرية صيرة محافظة عدن بتمويل من منظمة اليونسيف وبإشراف المؤسسة المحلية للمياه والصرف الصحي وأضح مدير المنطقة الأولى بمؤسسة مياه عدن المهندس أحمد خالد أنه يتم وضع اللمسات الأخيرة على مشروع استبدال خط الطوارئ القديم بآخر جديد بطول 3200 متر الطولي من البرزخ وحتى تقاطع البنك الأهلي بشارع أروى مديرية الصيرة مؤكداً أهمية المشروع في تعزيز وضمان وصول خدمة المياه لأحياء المديرية خصوصاً في حال حدوث أي كسر بالخط الرئيس المغضي للأحياء وزعت منظمة بيورهاندز مواد إيوائية على العاملين في جمعية أطفال عدن للتوحد وذلك ضمن مشروع يستهدف قرابة 4000 أسرى في 11 محافظة وثمنت رئيسة الجمعية عبير اليوس في هذه اللفتة الإنسانية التي استفاد منها 75 عاملة وأخصائية في الجمعية دعية للمنظمات الدولية والمحلية الالتفات لفئة أطفال التوحد أحد أكثر الفئات احتياجاً في المجتمع وفي ظل الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد بدورها أوضحت مختصة البرامج والمشاريع بمنظمة بيورهاندز بعداً الدكتورة مرفة السعدي أن مشروع توزيع المواد الإيوائية سيشمل صندوق رعاية وتأهيل المعاقين ومؤسسة الحق للشلل الدماغي والنازحين والمجتمع المضيف بالإضافة إلى جهاز محو الأمية وتعليم الكبار في 11 محافظة اختتمت في الصالة المؤلقة بالمدينة الرياضية بالشيخ عثمان بعداً فعالية دورة مدربي لعبة الجودو للمستوى الأول والتي نظمها الاتحاد العام للجودو برعاية اللجنة الأولمبية اليمنية وبدعم من التضامن الأولمبي والاتحاد الدولي لللعبة وخلال الحفل الختامي للدورة أكد رئيس الاتحاد العام للجودو المهندس نعمان شاهر أهمية الدورة التي يراد من خلالها تثبيت قواعد متينة لللعبة وكذا الرفع من مستوها الدورة التي تأتي ضمن خطة الاتحاد العام للجودو أقيمت بمشاركة 30 مدرباً من مختلف محافظات الجمهورية تلقوا خلالها محاضرات تطبيقية ونظرية تساعدهم في اكتساب مهارات جديدة وتسهم في عملية النهوض والارتقاء برياضة الجودو في الختام تم توزيع شهادة اجتياز الدورة التي أقيمت خلال فترة من الخامس وحتى الحادي عشر من مايو الجاري وأشرف عليها خبير اللعبة المحاضر السوري ياسين الأيوبي أخبارنا المحل ينتهت في أمان الله اشتركوا في القناة